تعرض الاقتصاد السعودي لعدة صدمات خلال العقود الماضية جراء تقلبات أسعار النفط التي لا تهدأ مما أضر باستدامة نمو الاقتصاد مع تراجع قيمة البراميل النفطية فتولى رجل الاقتصاد الأول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حقيبة الاقتصاد بصفته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ليهندس الرؤية السعودية 2030 وفق هدف خادم الحرمين الشريفين بأن تكون المملكة نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة وتستهدف رؤية المملكة 2030 إلى تحقيق نقلة نوعية في حجم وتنويع الاقتصاد ورفع الرفاهية للمجتمع السعودي وتبعت الرؤية برنامج التحول الوطني وهو بمثابة خطة تنفيذية تحدد الأهداف والأرقام بالتواريخ لكي تصبح الرؤية واقعا ملموسا بإذن الله ونتيجة لسعي المملكة إلى تحقيق الرؤية الطموحة قام سمو الأمير محمد بن سلمان بجولة عالمية شملت أكبر وأهم الاقتصادات في العالم لتمهد الطريق لعقد صفقات واتفاقيات بمئات المليارات من الريالات تحقق أهداف وطموح المملكة الاقتصادي والمعرفي مع نقل وتوطين التقنية في المملكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حرك المياه الراكدة في صندوق الاستثمارات العامة فبعد عمله الرتيب وركونه إلى الاستثمارات منخفضة المخاطر وقليلة العوائد تحول في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان إلى أهم الصناديق في العالم وفي طريقه لأن يكون الأطخم مع طرح أرام كل اكتتاب العام وأصبحت أنظار العالم تتبع خطوات الصندوق فتارة نجده يستثمر في تطبيق إلكتروني أحدث نقل نوعية في خدمات النقل العام وتارة أخرى نجده يؤسس أطخم صندوق تقني جمع كبرى شركات العالم في التقنية بقيمة 100 مليار دولار إذ يسعى صندوق رؤية سوفت بنك لإحداث ثورة صناعية جديدة مع تركيزه على انترنت والذكاء الصناعي والتقنية الحيوية وغيرها من مجالات التقنية رجل الاقتصاد الأول محمد بن سلمان برع في إنجاز ما يمكن الاقتصاد من تعزيز نموه وتنوعه ليصبح مني عن ضد تقلبات أسعار الطاقة وأن يكون قائما على مجتمع المعرفة